بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله مشاهدين جمعة مباركة ان شاء الله عليكم وعلينا ان شاء الله وان شاء الله تكونوا سالمين يا ربي وعلى سلامتكم عفيفة بكيل جيدة رفقكم اليوم كيل عادة كيما كنهار جمعة وان شاء الله مزلنا معكم هاليامات الجاية وحمد لله يا ربي نحب نسأل ونشكر مش نسأل لغالب ما قلت لكم بشتبديوه التركيز يخذوا يعطي في الرجعة الحمد لله على كل حال حمدا كثيرا طيبا ان شاء الله وإلى أن يبلغ الحمد منتهى يا ربي نحب نشكر كل الناس اللي سئلت علي وكل الناس اللي تسئلت على فادي وكل الناس اللي بعثت لي رسائل معناها فرحة وبالحق فما فرحة نحس فيها من قلوبكم ان شاء الله تكونوا بخير والله لا يمرذكم من ناس كل اذا حلقة جديدة كيما كنهار جمعة مدام الشيف يحظر روحه معايا اليوم الشيف حسين جعبي ان شاء الله حسين كيل عادة شنو حذرنا خليوها سوربريز لحكيوك يضحك من غادي على خطر كم الأقضاء وجيب القضية دونك يريقل ما كتعرفوا كنسي لتفرج فينا الميزون بلاس في الكوجينة تخذ وقت خليه ركح روحه ونردعو نعرفو شنو المنوع مع الشيف حسين اليوم حلقة كيل عادة كيما كنهار جمعة ان شاء الله عنا حديث الروح مع الدعية سهر الهديلي ومي سهر ان شاء الله بشتكون حذرة معنا بعد قليل بإذن الله في حديث الروح حتي جميل جدا أنا بش نرجع للنساء القائدات في الإسلام وسندخل يعيني عليكم اليوم سندخل أيل البيت ونتحثوا على أيل البيت وندخلوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي بش نحكيوا على السيدة عايشة اليوم وما أدراك ما سيدة عايشة وما المؤمنين حذروننا الروحك وحذرونك القهيوة وحذروننا السبحة وحذروننا الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وتسليما كثيرا بمي لها البداية بش تكون مع الفقرة التبية واللقاء اللي كان مفترض بش تكون معايا وكان مع أخويا فادي جاءت الفرصة اليوم مع الدكتور حامد حبيشة أخصائي أمراض النساء والتوليد ولعقم مرحبا بيك دكتور يا عايشة كدكتور ربي بيرك فيك شكرا لي آمين يا ربي الناس كله إن شاء الله ربي يحميكم أنتما الأطباء ونعاود نذكر دي ما مش القاتب بيك بركة مرة قالوا لي مش القاتب بيك بركة قتلهم حتى العوان التنظيف وعوان الحراسة والحماية والنس كل اللي في الصف الأول في الحرب هذي يا دكتور إن شاء الله ربي يحفظ الجميع ومع هذا بش نحلوا قوس صغير تذكرة فقط نذكروا وحذر تكمل معناها من القاتب بيك اللي عندكم زيارة معناها المرأة الحاملة قداش يجبها تنشي للتبيب أقل شيء أربع مرات أقل شيء في الحامل كامل أربع مرات مرأة كل شهرية تقريبا تقريبا في الثلاثية الأولى مرأة في الثلاثية الثانية في الثلاثية الثالثة مرتين أقل شيء طولي مرأة في الشهرية معناها أنا عليش جبتل قوس هذا دكتور أنه في الخضم اليوم متاع الكوفيد ما ننسيوش العيادات المتواصلة معناها متاع الكنترول متاع المراقبة خاصة إذا كانت تحفو على حمل ولا تحفو على أمراض مزمنة لأنه برشا خافوا دكتور ومعادش يمشي في فاتل العيادة أي أكيدا هو الخوف هو مشروع أميزمشي ولي معناها كالغول يجب واحد يحمي روحه ويتفقد روحه الكورونا مرض وإن شاء الله يتعدى والأمراض الأخرى لا يستهان بها يجب واحد يعالج ويتبع روحه ويعمل لازم كل اتقاء لما هو أسوأ مذبت ربي بارك فيك دكتور اليوم باش نحكي وعلى العقم عند النساء الأسباب التشخيص وخاصة العلاج لكنك نحكي وعلى عقم نتحثه بتأكيد على الأمن نتحثه على حاجة عند زادة بيد الطبيب المباشر وزادة حاجة بيد ربي وتأكيد الدكتور تايعطينا حتى الأسباب النفسية نتصور أنه عندها دخل في هذا لكن موضوعنا اللي هو العقم عند النساء اليوم مش نمشي للأسباب العضوية البيولوجية يا دكتور ونتعرف على العديد من الأسباب لكن قبلها مش نستسمحك بعض في سؤال وقتاش نقوله فما عقم نتحثه على كلمة العقم وهل أنه اليوم العقم ما زلنا نقوله عقم أو تأخر في الأنجاب دكتور نعم شكرا هو اللي احنا الحلقة كانت عنها حلقة سادقة نعم حكينا على كلمة عقم نعم قلنا العقم هو بدلناها معاش كلمة عقم قلنا هو التأخر في الأنجاب يكون خير نعم لانفرتيليتي سيبالا سيليليتي سي لانفرتيليتي نعم وقلنا روى المدة المعقولة في السن العادي عند المرأة لما تزوج قلنا نعم ما بين ستة أشهر إلى سنة لما يصيرش حمل ما بين ستة أشهر إلى سنة ساعتها المرأة نجم تمشي لأيد الطبيب وتبدأ تشوف شوي شوي تشوف طبيب متاح وعليش دكتور هجيت ستة أشهر جديدا كنا قبلنا تحطوا على السنة نعم بعد الزواج نعم هو الواضح هو أولا هو السن المتأخر الزواج النساء تقرأ وتتعلم وكل شي ما تكمل دراسة متاحة وغيرها والمواطفات لما يصل بعد سن بعد الثالثين سنة نعم ولذا معناها ستة أشهر كافي زيد على ذلك كثرة المؤثرات على الحمل وغيرها وعلى التأخر في الإنجاب برشة عوامل طبيعية عوامل اللي تشوفها الحروب نعم وكل شي الأكل الرياضة السترس كله عنده دخل هذا في تأخر الإنجاب ولذا نقوله ستة أشهر كافي باش مرأة تمشي تشوف راحة وتتفقد باش على قد نطمئن وأنه معداش كما بش نحكي وتوى سبب عضوي نعم لتأخر هذا الحمل قبل ما نوصل إلى أسباب العضوية دكتور هل هناك أسباب أخرى متصلة بتأخر الإنجاب أو العقل هو السبب النفسي أصلا هو سبب رئيسي ومتواجد مع تقريبا في كل مع كل سبب لازم فيه العامل النفسي في هذا العامل النفسي كما حكينا سابقا هو أنا واحد يحب على صغير يبدأ مزروب أنا بتفديك دي ما نقول للنساء نقولهم الحمل يقع في الرحم وإلا في المخلة هنا لما تحطه في رأسك وتركز عليه وتحط الحمل واللي هدف رأيه يصعب باش الحمل يصير بصيرة طبيعية خطر فيه هرمونات تبدل فيه بروفيل هرمونات ليتغير وهذا بيده هو نحكيه وإحنا على الهرمونات وقاش عندها دور في الحمل وهذا هو اللي سبب في تأخر يساهم في تأخر الحمل ولذا السبب النفسي وهل الأسباب نتعلى الاستقرار العائلي وغيره كل عنده دخل كبير في الحمل طيب إحنا عنا بعض السور وإذا كان حاضرين يأخذوهم بسور ينجم الدكتور يفسرنا لأن العديد من الأسباب العضوية المتصلة والمتعلقة بتأخر الحمل أو أنا ماذا بي نحب التأخر الحمل خير من العقم دكتور دائما لأننا كنقوله عقم الهنات ولي فما مشكل خطر الكلامة عقم قليلة جدا أو العقم حالة العقم قليلة جدا ودائما نخيره نقوله التأخر في الإنجاب يكون أحسن نحن الوقت عفيفة باش نحكيه على موضوع الإنجاب والتأخر في الإنجاب والعوامل ماذا بينا كنفهم شوية كيفاش يصير الحمل هذا مثلا أنا صورت هنا هذا الرحم عند المرأة في الحالة العادية كيفاش يصير الحمل يزم يكون ساعة المرأة تكون في سن متع إنجاب يعني المرأة تمر في حياتها مرحلة تكون في الكرش متع أمها ومن بعد تخرج توصل حتى سنة سنة تبدأ سماء المراهقة لما سنة جهة دورة الشهرية ويبدأ المبيض يخدم ولذا الحمل ما يصير كان في فترة معينة في الابتداء من من الفترة التي تب فيها الدورة والبويضة تخدم سؤال دكتور هل فما كنت كلمة بالعربية لميت بالنسبة للعدد البويضات في سنة المرأة المرأة نعم هل تنجو ذريفهم مع سبيل هل نرجعون هل نرجعون هل نرجوه بشوية هو خطر المرأة تولد ألاف مؤلفة من البويضات سبحان الله ألاف مش ألف أو توصل حتى مئة ألف بويضة في المباعد تصور معناها كمية كبيرة جدا سبحان الله وهذا الكمية تخوير لها باش يصير حمل في سن سن اللي تعرس فيها ولا سن حتى يجي سن اليأس متاح ولذا باش تكون في حمل يلزم فما عوامل أول شي يجب يكون موجود رحم يجب يكون مبيض يخدم وهذا المبيض هذا يهبط بويضة شهريا والبويضة هذية يصير تلقي حمتاحها ولما يصير تلقي حمتاحها تمشي فكل شوفه ذاك اسمه قناة فالوب تخرج من المبيض تمشي لقناة فالوب الحمل يمشي غاديقة ويهبط باش يسكن في الرحم في وسط الرحم هذه والمرحلة كل مرحلة متبويض حتى للسفر حتى لو أنتوصل للرحم كلها ينجم تجي فيها مشاكل التي تنجم تعطلها وقوع الحمل هذا إليهم دكتور شنو من المشاكل يتنجم أولا احنا نقول باش نحيه ونبدأه بالحاجة رؤية هي المشاكل نسميها الميكانيكية أو الخلقية العضوية فمن سات تولد بدون رحم سبحان الله فمن سات تولد بدون رحم هذا لا يوجد عند المرأة فمن سات تولد بدون مبيض فمن سات تولد بتشويهات خلقية موجود الرحم موجود المبيض موجود لكنه لا يعمل هذا سبحان الله ما يعملش العمل المتاع العادي هذه حالات قليلة لكن موجودة وذي احنا نستغنى عليها ونستثنوها اليوم باش نحكيه على شنو ينجم شنو ينجم يعطلنا واذا قلنا هذا المبيض في الدورة وشنو ينجم يقلقوا باش يصير اول شي نحكيه على التكايوسات مثلا المبيض هو قاد بيجي فيه كيس ولما كيس تيجي ينجم يعطل الحمل هذا الكيس فهم برشة انواع وبرشة اسباب من المسببات التعالكيس فما اكياس عضوية تسمى فما اكياس تابعة الدورة تسمى فونكسيونال الاكياس العضوية فها برشة انواع منها مثلا هذا بتانتراحم كيس بتانتراحم مهاجر فما اكياس متاع نسميها ديرمويد هي نوع من التكايوسات فما حتى الاورام الاورام الحميدة نعم وفما الاورام تعال المبيض حتى الاورام الخبيطة عفانا وعفاكم الله وهذه كلها تنجم تأثر على التبويض وتنجم متخليش المرأة يصير فيه اهم اخونا بش نخليه العلاج انا كنت بش نسألك على العلاج في الأخر دكتور لكن خلينا مع كل المشكل هل فيه العلاج بالضبط نعم اذا كان فيه كيس بنسبة للكيس الكيس هذا يقع ازالته اذا كان كيس معناها معطلنا وكيس نخافهم انه يتحول الى مرض خبيث او شيء اول شيء يصير ازالته وكهو في حالة واحدة هل يمكنش تكون جراحة عن طريق منظار فما اكياس تسمى فونكسونال تابع الدورة يتنحاوا بالعلاجات بالأدوية الهورو اغلبهم وفما تكايوسات اسمها عضوية دي كيست اورغانيك كيس متنحاوا اذا كان يعطلوا ولا نشكوا فيهم ولا نخافوا منهم او حمي يصير فيهم ازالتهم اكثر حاجة تقدمنا في الجراحة ولا تفهم الجراحة بالمنظار بالمنظار سهلة العملية هذه باستثناء مثلا بيتانت الرحم المهاجرة التكيس ولا اكياس بيتانت الرحم المهاجرة ما عاش ونعملهم برشا عمليات واللينا الاغلب بالعلاج نتبعهم العلاج لان خطر نعفوه هذا كيست يرجع وهو مرض مزمن ويرجع ولذا نعطيه علاجات وتوى عنا برشا علاجات هرمونية فما حاجة اخرين دون الجراح هذا بالنسبة للكيست الامر الثاني نجم يكون المبيض يخدم عادي ما فيش ولا مشكلة ولا كيست ولما البويضة تخرج ما توصلش لقناة فلوب مثلا لما يكون انسداد في قناة فلوب انسداد في القناة نجم يكون لما يكون انسداد في قناة واحد الامكانية بتالح بالها موجودة ما فيش حتى مشكلة لما يصير انسداد في الاثنين يولي الاشكال الغديكة ومنش يكون انسداد هذا عنده بارشة اسباب ينجم يكون من جراء التهاب في الرحم والامراض السارية والامراض المنقولة غيرها تتسبب في هذا العقم في انسداد القنوات أو الجراحة مثلا اي مرة عملت جراحة على البطن مثلا ولدت حتى بعملية أو عملت عملية على المسرنة الزايدة أو غيرها ينجم يتسبب في التساقات الداخلية وينجم يعطل لسينيشي لتساقات نعم زاديرانس تسمى آها لها التساقات في الرحم دكتور خارج الرحم آه خارج الرحم التساقات داخل الرحم تسمى سينيشي يما خارج الرحم هما لزاديرانس بين المسارن بين الأمعاء سبحان الله بعد اذنك دكتور باش نستقطع حديث سيتك ونرجع نفسب شوية والفكرة مش نرجع بعد اذنك عندي الشافعية نعم ترتيحة صغيرة يمشي لكوجينا لكن بالحق الموضوع مهم برشة متأكدة ونستنى زادت تفاعلكم ما شاء الله مشاهدة كبيرة على صفحة قناة زيتونة زيتونة تابعين نشوفوا في نسبة مشاهدة باركلا إذا كانت تحبوا تسألوا أي سؤال للدكتور حامد حبيشة مرحبا بيكم نتحدثوا عن العقم عند النساء أو تأخر إنجابك وقتلوا الدكتور أنا محبهاش كلمة حتى الدكتور محبهاش إذن نعم نطلع على الشاف على خاطره ريقل قضيته ومره بشي طيب على روحه وهذا معقول حق مشروع معناه مرحبا يا أخوي مرحبا بيك أنت عفيفة وحمد الله على سلامتك وسلم على فادي ونقلوا من شاء الله بيس هلو هلو دونك اليوم عنا دو بلا سالي عنا بلا انتري و بلا برانسيبال متاعنا دونك بالنسبة للانتري بش نعملو سلطة بش ناخذ القنارية نوسمتوها نحيولها لورق متاحة و نوسمتوها ومبعديك بش نحط معاها تمات شريز و شوية جبن كاري بالنسبة للتفويح بش نعملو جنجمبر زنجبيل الفري وقيتو هي زنجبيل الفري ومعاها شوية بصل وعشرة قارص وملح وفلفل اكحل هذي بالنسبة للانتري متاعنا بالنسبة للتبقى الرئيسي متاعنا بش نعملو فلفل محشي اما عالطريقة الشرقية دونك خلينا الفلفل هذي اللي خشين متاحهم كعبة حمرو كعبة صفر وكعبة خضر دونك هو كيفاش يجي يجي محشي بالحم المفروم والروز دونك الروز نطيبو أبار واحدو الروز بشي قادلي هكي كعبة كعبة ينادي جا حضرتو ناخو شوية زيت وقالة شوية زبدة ونقليه هو اللو نقليه لين الكعبة تولي بيضة غامقة هذي كمعناها راي سكرت على روحها تولي حتى كين امرقى ما عاش تعجن لي دونك نقيس الكونتيتين بتاع الروز الكيس الروز علي يزوز ماء ونحط له شوية ملح بالنسبة للفارس دونك وش نبدأ بالبصل والثوم نقليهم هما لولانين ونبعديك الحمم متاعي سينوراهو يستهلك برشفاحات عندي فلفل اكحل فلفل زينة تابلو كروية وكركم دونك يستهلك لفاح بالكدي نقليهم هما بالكدي ونبعد ما يتيب الحمم فروم متاعي بش نهبط من على الجاز ونزيدو معدنوس معدنوس على قوة جهدي اللي نقدر وعندي الروز دونك نخلطهم ونزيد نضوق الملح ونتفقد لفاح متاعي بالنسبة للفلفل متاعي بش نقصها كالرس الفوقاني ونخليه وبعدين نعمل شوية زيت وملح وفلفل اكحل في القرن من الداخل والفارس قبل ما نفرسي بش نزيدو فروماج رابي دونك نفرسيهم بش نحضر السوس متاعي دونك لازمهم سوس خفيفة شوية بش نستعمل لطماطم دورة كونسنتري دونك شناخو شوية بصلا نقلي ناخو مغرفة تماطم دورة كونسنتري نقليها بالكدي ونمرق بالميس سخور ونزيدها شوية هريسة تماطم دورة بالنسبة للفاحات ملح وفلفل هكحل كهوة بش نستعمل في السوس متاعي من بعدين بش نصبها في حاجة متاع فور ونحط قرون فلفل متاعي من الفوق وندخلها من الفور يقعدوا حكية 4 دراجة في الميونة وثمانين ما يبطوش أخاطر ديجال فارس طيبة جوست اينا بش نطيب البراني متاع الفلفل هذي الميونين بتاعنا متاع اليو تعرف ش اسمها في ليبيا المحشي هذا لا والله منعرف ش اسمها من التحية لكل أهالينا في ليبيا يتابعونا متابعة كبيرة كبيرة خاصة نهار جمعة دكتور يقولوني نتلموا على مرأة برنامج على سلامتكم ونتابعوه فيكم والعديد زيدا من الإعلاميين والأخوة والأشقاء الليبيين تحية كبيرة لكم من تونس اسمها دولما دولما ومعها زيدا السلق وراق السلق بنفس الفارسة وراق السلق الكبيرة كما يعملوا على العنب بذلك لا في ليبيا مش العنب كيما يعملوا اي كيما يعمل تقريبا وتتفاور جي صحية برشا برشا احنا صحية في الفورك نتي رك فني رك مبدا بي دكتور نرجع إذن من الأسباب قلنا الأسباب اللي تحدثنا عليها وصلنا نوفام أسباب خلقيات توصل حتى معني هالأعضاء اللي داخل المرأة نعم وصلنا قلنا يكون المبيض أو القنوات نتعفلوا جراء لتتسكر جراء التهاب أو جراء جراحة التساقات أو غيره وكذلك الرحم فما تشويهات خلقية في الرحم لتوسكو الوزني ولا أني توسكو الفورمير رحم يد في وسط وخلقي معنى ربي ساعات فيه نتوآت خلقية تعطل الحامل هذا في حلول؟ لكل فيهم حلول كل؟ لكل الحمد لله هذا ممكن تصور هذا أهم سؤال لكل فيهم حلول كما قلنا الكيس كما قلنا حتى القنوات فيهم حلول لأنه عنا بالمنظار ومعنا جراحة القنوات هذه والحق حالات قليلة اللي معناه من نصلش لنوجده فيها حل ما يسيش مثلا تسريح القناة أو شيء من هذا أما أغلبهم الحمد لله فيها حلوق الحمد لله الرحم هذا الرحم نجم يكون يجي فيه كما قلنا تشويه خلقي أو مرض ثانوي كيمة التليفات الحميدة نسمعها الفيبروم الفيبروم موجودة برشا هذه معناها عنا السور هيا تونشوف السور مثلا متاع فيبروم ما كيفاش معناها الفيبروم مش دمع متاع جراحة زادة في النسبة للحالات متاع تأخر الإنجاب ما نحيو الفيبروم هذا أو اللحمة إلا ما يبدأ نتأكد وليه هو معطلنا اللي هو منعة التعطيل الحمل معناها إما يكون داخل بيتانت الرحم معنا في وسط الرحم وليسي الحمل ساعتي يسمى فيبروم كومبريسيف معناه يدخل في وسط الرحم وليسي الحمل يسير أو فيبروم يسكر القنوات أو فيبروم كبير بحيث نخاف ينجم يعملون عملية إجهاد ولا يتسبب في عملية إجهاد متكرر هذا نعمل له عملية لما يكون مش كبير ما عندوش تأثير نتحدثوا على الكتلة اللحمية الكتلة اللحمية نعم الكتلة اللحمية نعم إذا كان ما يكونش مقلق مكان الحمل إذا كان ما يكونش مقلق القنوات إذا كان ما يكونش كبير في الحجم متاعه ما يكونش عمل إجهاد متكرر قبل بقى الجراحة بقى المسان عادة إلا ما نحصلوا صغيرات نحبوا إحنا لأن الجراحة سعاد سلاح ضوحة دين خاصة الجراحة مثل اللحمات أغلبهم جراحة نحلوا الكرش ونحيوا وهذا تخلق التوترات في الرحمة التساقات بينه ومن المصار وساعات هي بيضها تتسبب في تسكير قنوات ثانوية وإذا من المستحسن إذا كان فماش علاش باش نحيوها في ليبيا يقولوا اللحمية إذا كان من المستحسن إذا كان مش مقلقتنا من نحيوش الفيبرون واضح بطول كما كان حتى في الرحم مش كان الفيبرون فهما أمراض أخرى حتى أمراض عفونا عفوكم الله أمراض خبيثة نجم جيف للرحم كما الإستاركوم الإزادين وكارسينوم فهما أمراض خبيثة نفس الشيء يسمع علاج أقبل لما نخموا في الحمل ساعتها نضطروا بش نعملوا العلاج الخاص وببعدك ش نحكيوا عن الحمل بطرحلة هاي بطول نجيوا للعلاج بش نحكيوا بطريقة مفصلة على العلاج يعني أنه اللي فيه مراحل دكتور من إلي من إلي صح من شاء الله فيه الحلول بإذن الله الصورة يا دكتور الصورة هذه أنا حبيت أنسور معناها قلت هذي المبايض لوتا قلت الرحمة المرأة معناها يليسوني برشة تأثيرات خارجية مش كان الرحم في حدده متعلق مثلا بالعمل متاع المخائل السمال الغدى النخامية أو ليبوفيز وبالبوتالاميوس معناها المخ الداخل اللي خطي يصنع هرمونات وهدوما مش يعملوا الدورة الشهرية لكيان ما يخدموش الهرمونات هنا بطريقة الحال ما يخدم شي حتى شهيل هنا ما يتكون ولا شيء هرمونات هرمونات يسمى أفاس هاش وآل هاش هذي بنسبة للويضة وفهم هرمونات يسمى برولاكتين كيف كيف لما تكون طالعة نسبتها هذي اللي تعمل الحليب عند المرأة لما تطلع في النسبة متاحة تنجل متعطل حتى الحمل ما تخليش مرأة يصير حمل عندها هذا عنده تأثير كما قلنا زاد الغدى الدرقية هي للتيرويد كيف كيف لما تبدأ تشتغل بصفة بطيئة أو قصور معناها متاحة أول عمل المفرط نفس الشيء هذا نجم يأثر على الحمل يخلي نسميه معناها ما يصيرش تبويض وكيف ما يصيرش تبويض ما يصيرش حمل في هذه الحالة إذن هذو حاجات قبل من ندخلوا في الدويات يجب انثبتوهم متأكدوا منهم مش موجودين باش ما نبدأش في دويات يبدأ عنا مثلا غدى الدرقية فها قصور مش قادة تخدم ليهذا يأثر على بدن مش كان على الحمل لكن على كامل بدن نفس الشيء كالسورينال يسمون السورينال اللي فوق الكلاوي هنا نفس الشيء عندهم يصنعوا هرمونات ينجموا يأثروا على دورة البويضة ينجموا يعملوا نوع من السمنة ينجموا يعملوا نوع من تكيس المبايت هذا كل يجب ديما نثبتوهم متأكدوا لهما لبس هذه الصورة له في صورة أخرى في الصورة الموالية الصورة الموالية ويقام لو تسمحوا في الأثناء دكتور نعود أن هنا نحب أن نأكد على الصورة وسط الراني هذا التشخيص المغناطيسي بالنسبة للتشخيص كيفش يتم تشخيص متاع الأمراضية متاع تكيوسات والنحمات أول شيء هي التشخيص بالصداء الصورة الكوغرافية كشف بالصداء مش كشف بالصداء عادي عادة أن هذا كافي باش نعرف وش نوع عنه عند المرأة لهنا لياريم الراني المغناطيسي أنه أكثر دقة صح أكثر دقة تشخيص عادة كيفي بالصداء الليكوغرافية العادية بلفيان الليكوغرافية على الكريش أو المهبلية تسمى الليكوغرافية عندوفاجينا لو في صعوبة في الدياغنوستيك في باش نفيقوا بهذا فيه التشخيص بالراني المغناطيسي هذا لياريم ها؟ لياريم هكتشوف طورينة تسعود طورينة شو نحبوا بذبط نحن نحذروا في الحلقة نبعث في الصور الفخري معايا في الأعداد قال يا ذي موشتاعدين قطلوا تقريبا أنت أمو على راحتكم على الفيبران أمو نرجع للصورة هذه صورة سادية لتكييس هذه الصلاياك الصورة واضحة تكييس واضح نعم نحكيه الآن على التشخيص على التشخيص على الأمراضي وبالنسبة عبرة تحاليل كما قلنا شو أن فاش يتمثل بتحليل كما حكينا فما هرمونات يصنحها المخ يصنحها اللي بوفيز اللي هي FSH اللي تهمنا FSH معها هرمونات أخرية نسموه البرولاكتين الاسترديول وغيره وفيه معناها حتى هرمونات أخرى تنجم تأثر على الإنجاب دونك هذا بالتحاليل الدموية نعم له قالوا لك شو كونت للصور الأخرى بيت أنت حدثوا علينا مش لاذا طيب دكتور إذن العلاج هو أهم مرحلة وأكيد بتأكيد أنه النسكول نتوقع أنه السؤال لو السؤال يطرح نفسه في حلول لهذا الكل أكيد سبحان الله احنا في العلم جديد نقوله نرعوا الآية اللي رب سبحانه وتعالى يقول يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور أو يزويجكم الذكرانا ويجعلوا من يشاء عقينة في سورة الشورة هذا أحنا العلم عنده حدود في في معناها في نسب قليلة جدا لكن في أغلب الحالات الحمد لله الحلول الموجودة الحمد لله كما حكينا احنا حكينا قلنا نجم يكون المشكلة في المبيض وعننا التكييسات غيرها نجم فحلود القناة في حلود التليفات فحلود حتى التشويهات الخلقية كلها فحلود نعم الاضطرابات الهرمونية اللي ينتج عنها عدم تبويذ أو أنسيفيزانس في التبويذ معناها قل التبويذ أو عدم تبويذ كيف كيف فحلود فها العلاجات الهرمونية فها الإبر فها كل شيء وهذا كل حتى نجمه نوصله حتى الأبواب دي الكل نقواها مصدودة شوية نوصله حتى فما عنا في الوقت الحاضر التلقيح التلقيح العادية التلقيح المجهرية وإحنا الحمد لله بلدنا متقدم جدا في الحكاية هذه والحمد لله حالة العقم ولا حالة التأخر في الإنجاب هذه قليلة جدا الحمد لله رب العالمين دكتور بالنسبة للتلقيح بضبط قلت سيدك فيها أنواع كيفش يكون الحل حسب حسب شنو حسب الحالة حسب التلقيح من ثم التلقيح العادي أو التلقيح المجهري أو تفر الأنبوب شنو حتى العباد معهم مش فكرة على هذي برشا أنا نقول التلقيح هو التلقيح العادي أو الزرع عمية الزرع هو هذا بسيط جدا وأنك تاخذ تحذر الحيونات المنوية متع رجل وتحطهم في الأرحام وبس هذا هذا شنو يستوجب يستوجب يكون الرحم اللبس عليه ويكون قناة اللبس عليه أخذ الحيونات يتعدى وحدهم في القناة الحيونات وباش يمشي يلقحوا البويضة وتكيتلقح البويضة يجي الحمل ويرجع ولذا هذا يجب أن يكون على رحم لبس وقناة لبس ما بيضي لبس هذا التلقيح العادي أو عمية الزرع العادي هذا يكون برشا نساء ما عندهم حتى شي والرجال ما عندهم حتى شي ما يصيرش حمل أو ولا شوية ضعف عند الرجل وشوية عدم تبويض عند المرأة نعم العملات هذه والحمد لله لا ينجحوا لأنه لا يستوجبش حاجة كبيرة في المقابل هو التلقيح المجهري ليش مجعول هذا نعم هذا يسمى لم يكرو أنجكسون XC نسميه XC ليش مجعول مجعول الحالات اللي كما قلنا نجم يكون القناة مش موجودة القناوات أو ما فيش متعدش بالكل أو التبويض صعب جدا ما يصيرش تبويض يعني التلقيح يصير خارج الرحم وعلاجات للمرأة نحضروها لما يصير نقوا برشة بويضات يقع تبنيج المرأة نجبدوا البويضات اللي نشتحصلوا عليه وناخذوا الحاملات المنوية متع رجل ولقحوهم البرة ولما يتكونوا صغيرات بعيومين أو ثلاث أو أربعة أو خمسة أيامات نرجعوهم للرحم تاع الأم الحمد لله هذه حاجات ناجحة وعندها فاعلية الحمد لله العلاج دكتور في تطور مستمر معنا ديما فما تطورات ديما توسنوات الأخيرة الحمد لله وصلنا ما رحنا متقدمة فيه أما ديما فما علم جديد ديما فيه تطور الهرمونات هذه خصيصا معناها المشاكل بتاعتكيس المبايض ثم ديما العلم قاعد يتقدم وهذا الحمد لله معنا فيه في تقدم دكتور سألتك منذ قليل حكينا على عدد مازلنا في مشاكل العقم أو تأخر إنجاب عند المرأة في تقلص عدد المبايض عند المرأة هو هل في حل أو لا شوف هو السما لانسوفيزانس أوفاريان أوفاريان هذه هي أولا أمر خلقي معنا كل إنسان وكيفاش لكن مساهمة فيه ظروف العوامل الطبيعية الكل كما قلنا مساهمة فيها الأكل نظام الحياة نظام الحياة نظامنا هل مساهمة فيها ستريس اللي نعيش فيه مساهمة فيها السن الزواج مساهمة فيها معناش برشا تأثير حق على لانسوفيزانس هذه أوفاريان لكن يلزمنا نحصلوا صغيرات معنا نحاولوا اللي عندها نفيقوا خطرة عنا باش نعرفوا نساذو ما اللي نقصين تسمى عندها المخزون ضعيف عنا باش نعاونو باش نحصلوا صغيرات باش ما نوصلوش لسن يأس مبكرة شوية وشي وكاكا ما عاش نجمنا لحتى شي ويلزمك نعاونوهم باش نحصلوا لصغيرات على بك دكتور هلنتحفوا عن سن يأس مبكرة هو قديش طبيعي معناها قديش العمر متاع سن اليأس هو السن اليأس هي كلمة شفت هو ريت العلم تفسير ساعات ترجمة ما تكونش وفية للطبيعة المتداول هو سن اليأس من أغلب في سن 48 سنة إلى 50 سنة نسميها سن يأس مبكرة لما جي قبل 40 سنة لكن فما نشوفه شكون جين في العشرين سنة فما شكون جين في الخمسة وعشرين هذا مربوط بأمر جيني أمر معناها تابع اللي بدنم تاعة المرأة وهذا معنا شاء عليه برشة سلطة حاجة ربانية سبحان الله لهنا وقتها ممكن نتحدث على لا سمح الله أنعدام الحلول ربما صح هذه الحالة لبما الحالات هاي من الحالات لما نجموش نعمل في حتى شي ولو العلم معناها قاعد يشوفه قاعد يثبت وقاعد هل توجدو هل التكنيك متاع الـ PRP متاع البلسماء نزرقوه في البويضات وكل شي هذا يعاون بشي يحاول كلها حاجات ومحاولات من الطب بشي عاون أن يسادوا بشي عاودوا بشي نجمو المبيض عاود يخذ من جديد ونجموش نعم أهم حلول نعم لكن في نهاية الدكتور رب ربي عملت تطلع على الكومنتار الموجودين ونحييكم الناس كل اللي يتابعوا فينا ويتابعوا في اللايف حلقتنا على صفحة قناة الزيتون هدي قتل أختي وشنط يبقى به صح قعد معنا يا هدي خرار تحية لك عنا أختنا سألت قالت أنه منعرش قالت مع العالم منعرش ربما مع العالم أنه صار لأجهاض في حمل الأول في شهر السادس ومنعرفش شنو السببب الإجهاز دكتور شوف الإجهاز هو حسب السنة متاع الإجهاز أنواع فما الإجهاز المبكر يكون في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث وفما الإجهاز يأتي بعد الشهر الثالث الإجهاز وكذلك فيه سواء يكون إجهاز يصير لها يبدأ الحمل اللي بس عليه وفما يكون يصير توقف الحمل هذا نفس الشيء يسمى إجهاز متكرر توقف كل حاجة ولها الأسباب متاح هي توتسل اللي قالت في الشهر السادس هذا إذا كان يكون مرأة عمت إجهاز في الشهر السادس ديما نمشي وإحنا تسمى البيانس عنق الرحم يكون واسعة شوية وهذا لما جاء أو جاء فيسعة أو البيبي يبدأ عنده ميزان يرزن على الرحم والرحم يبدأ من أصله محلوله شوية يتيح صغير هذا سمى وفورت هو ربط عنق الرحم في الشهر ما بين الثالث والرابع وأكثر ما يتعى الدولة باسم يعني حتى كن سملة عليها سار لها أخت ما حبيتش نسمي هنا على فكرة معناها شال فمح وإذن الله حام الآخري ولي يأخذ يجب تقول تقريبا يجب تكون المعلومة هذه مهمة لما تقول ما نعمل لنساء لكل من سركلاج نعمل اللي عندهم اللي صار لهم ياما ولادة مبكرة في شهر السابع أو الثامن من جراء معناها الكل تحل وإلا اللي عملوا في السادس في الخامس هذي نعمل لهم من سركلاج في المقابل النساء اللي تعمل معناها حمل توقف حمل متكرر هذو ما يجبهم اكتشافات يجبهم تحليل خاصة تحليل على الدورة الدموية تحليل على الجينات متاحهم تحليل على الالتهابات على الجراثين لأنه هذو ما ينجموا يساهموا في توقف الحمل المتكرر في انتظار أنه إذا كانت تحبوا أي تسئلة الدكتورة على أي سؤال أنا موجودة الآن معناها نقرأ لكم منترمتاكم نحب نشكر أختنا نور الهداء أم أحمد قتلي أحسنتي اختيار آي الدكتور اختيع فيفا إن شاء الله ديما بحسنين أنا وصلنا للدكتور قالت نعمة الدكتور مثقف بالعلم القرآني برك الله وفيك وصلت لك التحية الدكتور إذا كانت تحبوا تسئل الدكتور حامد حبش على أي استفسار مرحبا بيكم في الأثناء الدكتور فيما سؤال نحب نسئل وصياتك قلت بكري عن المد ذي الحياة معناها الماكلة متاعنا عدم عدم ممارسة الرياضة السمن هل عندها علاقة بالموضوع زيادة الوزن هو فيه درجات احنا حسب الدرجات فيما زيادة يسمى زيادة بسيطة فيما زيادة مفرطة في الوزن وهذا أكيد لأنه زيادة الوزن عندها تأثير على الجانب الهرموني وجانب الهرموني فيه برشة هرمونات تتبدل والمبيض يتبدل الدورة متاعه من يجب يصير فيه تأخر في الدورة وساعد حتى انعدام الدورة لمدة أشهر أو أسابيع ويساهم هذا في التكييس المبايد هذه نسميه ساعد حتى لديستروفي باراندور المبيض يكون يخدم عنده خدمة معينة لما زيادة هذية يتفرعس له الخدمة متاعه يولي معناه معاش يصير تبويض لما معاش يصير تبويض بدأت الحالة الدورة باش توخر وهذا يشخلق أمور نفسية وبيد هالمرأة تساعد باش تداول باش تعدى الأمور نفسية تولي تضطر باش تاكل بزايد تضطر باش وهذا يزيدها حتى معناه تولي عنا تولي ساكل دائرة صح هذا هو زيد وليده باش نجمو نبدأه مش البداية متاعنا ما مشوش نعطيها في دواء متاع باش يخدم البويضة أعطيها دواء باش تخدم البويضة باش تجيب صغار مش هذا نبدأو بليجيان دو في معايزمة تعمل تنظم روحة تنقص في الميزان نعطيها ساعة حتى حبوب متاع كيموكليكوفاج متاع السكر يباش تضعف شوي وهذا يعاوننا باش نهرت لي باش نعطيها دواء يعاون الحمل نقاها مهيئة وتنجم تعاوننا وتنجم تعاوننا ساعة جزئية بسيطة دكتور تغير معطايا تغير معطايا كامل نعم معطايا كامل لأن الحقيقة من المشاكل التي أصبحت متروحة هو لجيان دو في القيناها دكتور حتى في يوم كوفيد معني دي ما نتحق على في كل شيء سبحان الله لأنه مربوط بالمناعة المناعة متاعنا هي مفتاح كل الأمر كل شيء بالضبط المعيدة بيته والحمية والحمية هو فيها السيام هو فيها التنظيم الأكل كل شيء داخل في حياتنا في كل شيء الأمور الصحية والصحة المتعلى بدن والصحة الإنجابية برغب دكتور دكتور كل ما تقول جواب بسيطة ناخذ منه جزئية للسؤال إن شاء الله إنعدم الدورة وهو أيضا من المشاكل التي اليوم أصبحت من المشاكل السائدة والموجودة ما أسبابها وأيضا إمكانية العلاج إذا كان طبعا ما نصلوش نتحدثوا على سن يأس المبكر إنعدم الدورة هي أول شيء تنجم ونأخذوا بنية بعمرها ما جاتها الدورة من الأبدات هي صغيرة تولدت لنوصل عمرها 12 13 14 15 سنة هو العادة عادة عند البنية تجي في سنة 12 13 14 حتى الـ 15 20 سنة نجم ونصبروا عليها هذا الحاجة الأولى تنجم معناها عمرها ما جاتها دورة هذا نوع أول وإلا فما نساء يكونوا عندهم الدورة دورة شهرية بعد تنقطاعت وليتوخر توخر للمعاشجي بعد إذنك الهنا وصلنا سؤال في السياق دكتور من أختنا خاولة تقول عدم انتظام الدورة الشهرية كيف يمكن معالجته في السياق خاولة هذا هو في السياق موجود عنه عنه سؤال آخر تنقوله البنت لما مجيش الدورة بالكل حتى توصل سن معين نصبروا عليها حتى مثلا سن 15 نجم يكون حاجة خلقي مبيض مش موجود أو كذا ولا اختلال هرموني أو كما القصور متاع الغدة الدرقية وغيرها يجب اللوجه السبب في هذا وما نخذههش ببساطة يجب ان تثبته علش في المقابل المرأة لما تكون عندها الدورة تكون عادية عادية ويجي في فترة من الفترات وتبدأ تتأخر ويقعد اضطراب في الدورة وكل شي هذا كيف يجب اللوجه علش جات أول شي نشوفه هل ترى المبيض هذا لبس عليه ولا تدخل في مرحلة متاع قصور متاع المبيض إذا كان يكون هو لبس عليه هذا أمر سهل معناها فما ايجيان دو في فما مود دو في إذا ما تتبدل معناها مثلا زيادة الوزن أو برشا سترس أو حال خلات الدورة تتفرس يجب مشيولك الحاجة ذي كان مثلا زيادة في الوزن أن الرجل وكان فما سترس أن نفستر وكذا إذا كان نقاو كل شي لبس نقاو المبيض لبس مفيش كيست الميزان فما حتى شي هنا ينزل منطمئنة المرأة ما نمشيوش مباشرة للعلاج خاطر راه نحب نوصل المعلومة راه هالإضطراب في الدورة بعمره ما كان مشكل فما نساء ملة خلقة جاهة معناها الدورة كل ثلاثة أربع أشهر جاهة مرة فما نساء جاهة مرة في الشهر فما مرة جاهة في الشهر هذي دورة عادية متعلى بدن ما يجبش نخافه منها وهذا ماهوش عائق باش الاضطراب الدورة نقوله الدورة مضطربة معناها تساوي راه مش معنا بش تكون مش تتأخر في الإنجاب لا مش صحيح إذا كان ما نوجدوش سبب واضح تكيس سبب حاجة موجودة ندويوها ولا اضطراب هرموني راهو ما يجبش يداوي الواحد ما يجبش يخاف ما يجبش يقعد يبدأ يجري وخايف من حكاية هذه سؤال آخر من عند أختنا سألت قالت أختي عفيفة ما نسألولها دكتور هل اختلاف نوع الأب والأم رألو لما فهمتها شوما بعد كي كملت سؤال فهمتها يمين ينجم يكون سبب في الأجهاض يأمله خاصة كي يدم الأم سلبي والأب إيجابي نعم هل عنده دخل ولا يا دكتور هذا ما عندهش أصل دخل في التعطيل أو تأخر الحمل هذا عنده كتابة خاصة الأم سلبية هذا نسميها الفكتور ريزيوس ريزيوس هو أكل نقوله مثلا أو بوزيتيف هذا كي يسمى ريزيوس بوزيتيف وتبدأ مثلا أو نيجاتيف ريزيوس نيجاتيف لما تكون الأم سلبية والأب يكون نوع دمه إيجابي ويجيبه صغير مثلا صغير هذا يطلع إيجابي يطلع كما بوه إيجابي يلزم فهمه بعد الولادة فما زريقة مباشرة بعد الولادة في النهار الأول أو الثاني أقصى حد 72 ساعة نعملها زريقة اسمها لونتي دي هذا لونتي دي ما معنى لأنه الإبن لما يكون بوزيتيف عبارة كأنه كوري ترونجي كان حاجة خارجة على بدن المرأة في الحمل الجاي كان من عملوش لونتي دي الحمل القادم اللي بدني يحضر روحه ويهاجمك الصغير ذاك لما يكون بوزيتيف باك لونتي دي سبحان الله يتعدى كل شي تمام وما يصير حتى شي أما في الحالة ما نعملوش لونتي دي ولي بدني معنى ببيئة الحال يولي معنى عنده مناع لك هذا يصير فيه مشاكل وهذا العلم يعرف هذه حاجات قديمة جدا والحمد لله مع حالات قليلة جدا مع عش عنا الحاجات يعني إيمان مش هذك سبب الأجهاض تقريبا حسب المعطر اللي حكيت حدث هو سبب اللي كان لأنه في شهر السادس يكون الحمل الممكن على أرضن شوية تقريبا وانا نقول لك لو كان تشوفت بيبك المباشر وتتابع معاه حتى أحسن دكتور المسألة لها وكنت حدث سؤال بش نطحوا لسيادك عندي بعض الأسألة من الأخوة في الكومنتار مسألة الوقت مهم عامل الوقت مهم في الحكاية نعم والسن المرأة مهم السن المرأة في الزواج في الزواج نعم بتابعة الحال مش واحدة كما تعرس عمرها 25 أو 30 سنة مش كما واحدة تعرس 40 سنة وإحنا تشوف أن الراحة أمر طبيعي أنساء تتزوج متأخرة شوية خطر سبحان الله هي تقرأ وخدمته وعملته يزيما يشتعن في المستقبلها والزواج هو نوعي ينجم يعط المرأة بيش تكمل مشوارها ولذا يتزوجه متأخرة شوية ولذا أنا حق نشجحهم دوب ما تستقرز ما تتعاون وروحها بالنسبة إذا كان عمر واخر دكتور عادي هذا عادي عادي جدا مازمش خطر يدخل فيها لبديناه من اللول يدخل فيها سترس لما تعرس عمرها 40 سنة من أول شهر رمسيكنا تبدأ مفجوعة وتجري على الصغار وهذاك يستطيع عطلها ولذا رأوا استن رأوا صحيح مهم لكن مش عائقة كبيرة ياسع بش خلينا مرعوبين ولا عايشين فيه رعب لا ناخذ وقتنا ونقعد مع طبيبنا بحاولها تمشي لمور لا بيس سؤال آخر نذكركم مدام أمنا سارة مازالت أمي سارة مازالت موصل تشوب حذينا الدكتور حامد حبشا نستغل الفرصة إذا كانت حبو تبحثوا أي كومنتير أي تساؤل حب نشكركم على المتابعتكم وفائكم تحية مديحة مسعودي تحية لك مديحة يهتيك الساحة مدام نور سألت قالت سلم عليكم حبلت عامل تالي دكتور والجنين طلعت تريزومي وصار إجهاز وخايفك ينحب المرة أخرى والجنين يتأثر بالحبال اللي فاتت يعني تريزومي على فكرة عمري 43 سنة يا ربي يسر لك بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله ربي إن شاء الله يسر كما قلت هو هذا التريزومي هو اختلال كروموزومي حادث هذا سبحان الله حادث يصير عند أي مرأة تتزوج فما لا مال شونس دفورا تريزومي كمعنا موجود ديما السن يدخل فيها شوية السن لكن نشوفه حتى عمرهم عشرين وعند ميجيهم هذا التريزومي بالعكس أحبل روحك مهماش وقاية لهذا لكن فيه تطبيع فيه تحليل فما تحليل تويكة والتحليل تعدم مش حتى الماء تعصغير اسمه التاسس موديباني التشخيص البكري وقتش يكون دكتور التشخيص هذا ابتدان حتى من الشهر آخر الشهر الثاني نجم إذا كان طبعا فما شك أختنا إذا كان اللي عملت مثلا هذه بالنسبة الأخت هذه هي عملت تريزوميك المرجع يزمها يزمها تعمل التحليل كل تعمل التحليل في الشهر الثاني تجمع يزم رضبان عليه أكثر يعني ما تخافش بقدر تربي بالعكس نشجعوك باش تزيد صغير واحد آخر وبحاول الله بحاول الله لابس إن شاء الله إيمان يعطيك صحة هذا واجب أيضا أخونا بيليل غني عايشك ربي نورك شكرا لك فوفا فدوه فدوش ما حليك كل شي ما حليك عفوفا كل شي في السرطونة اليوم ربي يعطيك ربي يعطيك من كل صحة لبدن وربي يعطي صحة لبدن الدكتور والله قد منشكره شوي دكتور حامد حباشة سؤال آخر من عند حامد ددو تقول سلام بربي حبيت نسأل الدكتور حباشة اللي عندها معرفتش شنو الكلمة هناك حل انجاب شكرا اللي عندها 0.06 ما فهمتش الكلام آماش 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 هذا دكتور ما شاء الله آماش 0.06 هل هناك حل الانجاب دكتور هذا تحليل متع هورمون اسمه آماش هو اسمه الهورمون عنتي بوليريان هذا معناه باش نعرف المخزون متع البويضة فنة 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 مرحلة نقوله مثلا البويضة ما عاش فيها برشة بويضات وإلا ما عاش فيها بالكل وإلا ردوا بيالكم هذا المخزون هذا يقول طايح برشة معناه أما هذا ما يعنيش معاش شنجيبو زار لأن يعني أحنا رأو أهم حاجة في في تقديرنا هو يسمى لكونتفول لكوديا رحنا كنعديوها على المرأة ونعملوا التشخيص ونعملوها خصيصا لكون دو فاجينال نعرف عندها بويضات ولا ليل ساعة لا ما اشتقها نورمان ومتحبلش لمرأة وساعة تقها أقل من هذا ويصير في تبويض ويصير في حمل لما فيش حتى مشكل معناه بهذا تنجم يصير في حمل مخزون طايح ما يعنيش ما نجيبوش صغار رأوا معناها رأوا يلزمنا نحاول باش نجيبوه صغير وكاو بسؤل آخر حب نشكر زيد أسي فهد خبازي يتابع فيه المتابع الوفين حب نشكرك برشا قال الحمد لله على السلام وإن شاء الله دوهم صحة والعافية شكرا لك سيد فهد برك الله فيك يعيش كسلوة غرياني نجاح حمد لله على السلام تكي سلمك محلية تفاعل المباشر مع بعضنا بي أختنا سوسن عندها سؤال قالت عن مشاكل الدفع نحاول آخر سؤال لمخرجة تقولي آخر سؤال لكن خانحاول ونأخذوا أكثر أسألة فمزو السؤال لاتزمنا نجاوبوهم طنعتهم نقولهم للدكتور ويقاموا ونكملوا مشاكل دفع عند الزوج وشنو الحل وقالت أنه بقية تقريبا فيه فمش حالة حال يعني حل يعاون الرجل معناها عند الضعف وبربي إينا جبت سؤال آخر عند أختنا أخرى أنا جايت تقول بربي إينا جبت ولدي لول ومبعد وليت نحبل في القنوات خمسة مرات جايتني عند تقول حبها صغيرة وعمرها 39 سنة تقريبا الحب اللي حكيناهم من التشوهات الخلقية اللي موجودة في النجم يكون كما قلنا ينجم يكون زادة بيتان ترحم وهذا تحب تزيد صغير بالضبط إذا كان في مشكلة القنوات يجب طبيب هو يقول لك راه وتنجم القناة هذه اللباس الأخت تسأل على الضعف أنا نتبع فيكم هل يتلقاها ونقول يساوس يتلقاها ونكتب وقول الضعف عند الرجل اللي هو حكينا الضعف عند الرجل برشة أنواع من الضعف برشة أنواع فما أنواع عندها علاج فما أنواع يصعب العلاج فيها فما أحنا وسبب بالضعف هذا مثلا لما يكون ضعف ناتج عن لفاريس عن الدوالية دومة في حلوص حتى جراحية عند الرجل فما الضعف يكون في الحركة في الحركة هذا يزموا فيتامينات فيها برشة موجودين يعاونوا برشة وتنرجعوا بالتفصيل بإذن الله في مناسبة أخرى عن العقم عند الرجل بحول الله هذا كل نجم ناخذوه بالتفصيل مرة أخرى بحول الله في قتيب الله تكفيني نشكرك برشة وضحى أختنا ضحى بعجلا وبشنجي وبوتاوة الموانع دو كونت رسيبسيون اللي بلوز إكتش معناها هون تابع موضوعنا يتساهم نحن اليوم نحن نحكي على الحامل نحن نحب على البيبيت عديتنا للعكس معناها موانع حامل هو برش نحكي مساء شوي أما احنا في الأصل اليوم حبينا نحكي على التأخر الموانع الحامل فما موانع ميكانيكية معناها كما اللولب أو استيريلي هذا أكثر شيء شائع عنا لأنه حاجة سهلة وما عندهش تأثيرات على البدن وعلى النفسية وغيره وفما التصبير بالهرمونات هي التصبير بالهرمونات لابيوليو بارك الله عنا برش عند مرضعة نوع المرأة اللي عندها السكر عندها نوع حسب الحالة حسب الصحة برش أنواة ما فيش وكذلك فما غرازات نساوي من غرازات هذوم نعبدوهم عند بعض النساء يمشون معاهم فما بالإبارة دي سمت ديبو بروفيراد ومزرار كمنا بالعكس أي كمنا بالعكس كمنا بالعكس شكرا شويتش بارك الله وفيك نس كل يعطيكم صحة شكرا لكم على تفاعلكم رجيب ربوزايات يعيشك أنت أحلى شكرا لكم الناس كله وإن شاء الله نحاولوا أننا نتفعلوا معاكم في الحلقة نشكر الدكتور حامد حبيشة أخصائي أمراض أن يساوي التوليد والعقم مشكور دكتور تشوفوه معنا إن شاء الله بتواتر بإذن الله إن شاء الله بش يكون حاضرة معنا الدكتور حامد حبيشة بحول الله نتقابلوا إن شاء الله في حسنة أخرى بإذن الله نمشيوا للرجال مرة جاء إن شاء الله بشوفونا حلول إن شاء الله ربي يرزقكم ودكتور أنا بش نسألك على العلاج اللي أخي الكبير برشا اللي هو الاستغفار أنا أمي بذلك كيف كيف هكا والله هو علاج كبير كبير جدا والإيمان بالله والثقة في الله مع التباع معناها كل خطوة الطبيب حتى بحول الله بحول الله ربي يرزق كل اللي يتمنى بإذن الله بل من أطلع فاصل وبعد عنا فقرة حديث الروح مع أمي سارة داية سارة لهذه نعم نطلع على الشيف والريحة بدايت الحمد لله يا ربي اللي عطيتني رجعت لريحة الشمال بش نشم ريحة الدكتور بقى شيف ريحة ماكلت شيف بوست كوفيد بوست كوفيد أنا كنا معنا الدكتور رذا بن عريف مشكلة راه والتركيز يذيع والأفكار تمشي الحمد لله رحمة عن ربي الحمد لله يا ركالله وفيك دكتور يبلغ فادي ويشوف فينا مالا شاء الله ربي يشفي ما دم باقعد بحذينا دكتور نعم نوطلع على الشيف نشوفوه دونك وين وصلت شنية الريحة ذاية الريحة ذاية متاع الفارس متاع الفلفل أمتاعي دونك كيما قلنا حطيت الزيت بديت بالبصل القليط وبالقدام بعد دي كزيته الحمى فروم فواحد نعاود نفكر اللي هو يحب برشوف فيح الفارس ذاية دونك فيه فلفل أكحل وفيه فلفل زينة وتيبلو كروية وكركم دونك بالنسبة للتيبلو كروية راهو يعني نشيريهم مبعضهم نين نشيريهم نشيريهم نصفيقس دونك يتبعوا مع بعضهم دي ما ذاية تصير عليهم مشكلة في الاسئلة طيب بالأي 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 شوف العمل اللي تعمل فيه نشيري من الصفيقس هاي الحلقة جاية لك ما نجيب ليش تابل كروية من الصفيقس ما نشكي بيك الصفيقس ياركل ايش كي لا نعرفه فيه صفتي شوفتوش يا عمل نحن نشيريهم لعندهم شو حضو فيه صفتي لاب الرسمة دي بارانتز صغير رامو بيعو التابل وكروية مع بعضه هاي الكلنا نعملوا كيف نمزغ وين نعملوا سيدي بوزي في تونس يبيعوا التابل واحده والكروية واحده هاي يلزم مع بعض مش يلزم هو تشريع كي كي حاضر مخلط هاي نستنى فيك الحلقة جاية هاتشوفوه التابل كروية ياسفقسي هاتشوفو فينا هاي دي جا لونه أغمق برشة من التابل العادي هاي نستنى بيه وخلط الفارس بالنسبة لفلفل قصيته نحيطك الدخليني وعمت له جوز شوية زيت وشوية ملح اكهو فارسيته مطو بش نحضر السوس السوس متاعي شوية زيت نفس البولة اللي عملت فيها الفارس هي بيدة بش نكمن حضر فيها السوس الاخط اللي يسكرين بتاع الحم الكل يقعدوا لسقين في البولة من اللوطة دونك زيت فوقها شوية زيت بصل ثوم بش نقليهم بالكدين بش نزيد مغرفة التومات كونسنتريا بتاع دورة بش نقليها شوية هريسة متاع دورة وبش نمرق شوية دونك السوس متاعي لازم تكون خفيفة شوية بش نصبها في التاجينة ذي متاعي نخليها مرخوفة شوية بالنسبة لفحات كل عادة ملح وفلفل لكحل وطيب لكروية وفلفل زينة نخلي السوس متاعي يجريها شوية نحطها من اللوطة ونحط فوقها الفلفل المتاعي بش ندخل من الفور إن شاء الله نخلطوا في أربعة درازة نخرجوهم به يعطيك الصحة أنا ريت بالله سؤال وفيه بالله اسألنا الدكتور عليش خليت لاس بيجيك في ساعة في ساعة دكتور بالله على كلمة بالله ما نجمش يا ويام اسألنا الدكتور عليش خليت لاس بيجيك وقت الحمل لاس بيجيك هو يسهل الدورة الدموية بين الأم والطفل هو وهذا يخلي اللي بي يتغذم ليحمنها ساعات يصير الخطر في الأول حمل انسداد في القنوات الشرعين الصغيرة وهذا يتسبب في وقوف الحمل أو ساعات يتسبب في الزغط في الحمل وهذا يأثر على نمو الصغيرات ولذا هذا هو يعني بيهي لا بيهي يلزم يلزم واضح نرجع مع دكتور حامد حبيشة بإذن الله وكل الكفاءات التباية لدينا والحمد لله يا ربي هذه الفقرة تعرفنا بيها وتعرفنا بالمعلومة اللي نوصل وهي لكم بإذن الله وهذا عهد اللي نهى على نفسنا والحقيقة في باركور إعلامي نفتخروا بي نعتزوا به في هذا الفضاء شكرا لك دكتور نتقابلوا في فرصة أخرى موصلين معكم بعد الفاصل مع أمي سارة وفقرة حديث الروح بالتأكيد لكم في انتظار فقرة حديث الروح أنا نستنى فيها أكثر منكم اللي عليك أسقام وأمراض ورهو حب اللي كان عمعاك رهو الإبتلة إن الحقيقة نطلب الشفاء لولدنا زادة فادي وجنيع مرضى الكوفيد رهو حب رهو حب رهو ترقي رهو حتى الشوكة يشاك هالمؤمنة نتخل ديركت اللهم صلي وسلم وبرك على حبيبنا محمد حتى رحنا في شوق ليكم حتى رحنا نحبوكم وانتوم إن شاء الله تحبونا إن شاء الله يجمعنا حب ربي وحب النبي ولا قدش اللي وفرحانة لي شفت بنيتي يا ربي ليك الحمد يا ربي ليك الحمد يا ربي إن شاء الله ديما متقلق وديما منورة مكانها وماليا مكانها في بيتها وفي عملها وفي الدنيا ومع السادة المشاهدين وإحنا شفنا هذا باقي التواصل اجتماعي الله يبيرك لكم أحبابنا وإحباب رسول الله وإحبابها البنيتي وإحبابها الفقرة المباركة ربي يبيرك لكم وربي يحفظكم ندخل عليكم بالصلاة على محمد صلى الله عليك يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيق الحمائم صلى الله قداشت وحشتها وقداش كنت حتى ما نجمتش نقولها نسميلي عليك اللي لا يغيب لك خيال اللهم صلي وسأل وبارك على سيدنا محمد خطر كانت العهد الذي يبيني وبينك الصلاة على محمد شاء الله ربي يشفيكم بالصلاة على محمد ويحميكم بالصلاة على محمد ويهنيكم ويسعدكم يحفظكم من كل سوء بالصلاة على محمد والبلاد هذه بلاد السلاة على محمد يقولوا صلي عني بيك يدغش يقولوا صلي عني بي اللهم صلي عني بيك لا بيسر هو بلاد السلاة عني بي وبلاد اللطف وبلاد الخير ما تخافوش على هالبلاد وما تخافوش حتى لي كيدلها الشر ربي يهديه وربي يصلحه ما عنده وينوصل على خطر رهي محفوفة بالصلاة على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد صاحب الكتاب الأبقى والقلب الأتقى والثوب الأنقى خير من هلل ولبى وأفضل من طاف وسعى وأعظم من سبح ربه الأعلى اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد جاع فصبر وربط على بطنه الحجر ثم أعطي فشكر وجاهد وانتصر اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كان القرآن العظيم حجته والصلاة وراحته والصيام وبهجته وسعادته يا عشاق النبي محمد صلوا عليه وسلموا تسليما أنا اليوم الحقيقة ثم الصلاة على محمد بنكها جديدة وبروح جديدة عليش يقول القايل احنا اليوم بعد إذن معنتها ان شاء الله سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بش ندقوا بيته الشريف و بش ندخلوا الأهل و ندخلوا نساءه معنتها النساء اللي هم أمهاتنا أمهات المؤمنين اليوم بش ندخلوا بيت النبوة بش ندخلوا بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم في ضيافة سيدنا عمركم ما تخافوا من الأمراض ولا تخافوا من الأسقاط ولا تخافوا من حسيد ولا تخافوا من باغذين و ما تخافوا من الكائدين لنا علش على خطر احنا اليوم مش ندخلوا لكلنا احباء الزيتونة واحباها الفقرة هذي وين داخلين بلكش تقول انت مش لازم نسميه في العالم اشن هو الاسماء احنا داخلين بيت النبوة داخلين بيتك حبيبنا يا رسول الله استقبلنا يا رسول الله رنحنا في ضيافتك رنحنا احبابك عن توسيد النبي صلى الله عليه وسلم قال واشوقاه لأحبابي لقالها العمر ولقالها العلي ولقالها للمبشرين بالجنة مع مقاماتهم العالية قالوا له قلسنا احبابك يا رسول الله قال بل انتم اصحابي ما لاش كون احبيباتك يا رسول الله نشال احبيباته اللي نحبوه مرينيهش اللي نعشقوه مرينيهش اللي احنا في حلمه والله اصدقوكم قولا اللي من نويت النية وقتلها يا بنتي عفيفة رنح بش ندخلوا بيت النبوة بش ندخلوا على السيدة خديجة والسيدة عائشة والسيدة حفصة والسيدة زينب والسيدة جويرية بش ندخلوا الامهاتنا امهاتنا لحنان تقول أنت عليش القائل وفيت المواضيع ثم ثلاثة أسباب أسباب اللولاني هو أحنا ولا عنا شوية جفاف في المعلومة الدينية الحقيقة وقام برنامج أنا شبت وتألمت وفي نفس الوقت حملت نفسي المسئولية والكل اللي مشاد مش على هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لنا عرفوا نبينا شكون ولنا عرفوا خاتم نبينا شكون ولنا عرفوا إمام المرسلين شكون ولنا عرفوا عدد الصلاوات قداه ولنا عرفوا مغرب من عشاء ولنا عرفوا سيام رمضان من النافلة من السنة لا نعرفوا لا نعرفوا لا نعرفوا يا الله يا مسئولين يا حباب رسول الله يالي تحبوا محمد أحنا إن شاء الله فيها الفقرة المباركة إن شاء الله ربي بارك في بنتي وربي بارك في زيتونتنا اللي أتحتنا المعلومة هذه إن شاء الله نساهموا باللي قدرنا ربي يخذينا القرار بش نساهموا باللي قدرنا ربي بش نتعلموا سيرة العطيرة تعلموا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شكون زوجاته شكون أمهاتنا شكون بناته شكون السيرة كيفاش كان كيفاش كانت أخلاقه نحفظه أسمائهم يتقول لها شنو أسماء زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لا والله منعرش بعد إذنك أم نصرف فيما ملاحظة نحب نقولها حتى نتفاعل مع بعضنا أنه بخصوص ولو أنه موضوع الحقيقة أنا الله شخصيا نحب نطرح تعرفوني كيف هذا نطرح حاجات ربما أسهل يبعدوا على شوية تجاذبات عن مثلا الحجاب يتقال في بعض أحيان يقول الحجاب لا فورذا على نساء وزوجاته النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني نحن لسنا بناته والله معناها هاي آية قرآنية تصديق القولك بنتي تصديق القولك وسبحان الله ديمة من فضل الله أنه الأرواح قعدت تتقابل من فضل الله الكلمة اللي نجيبش نعبر عليها هي تسئلها والله العظيم لحضرنا الموضوع قلنا شنوة ممكن العنوانة ما والله ما حضرنا شنوة معناتها الفروع هالموضوع هذا أولا ربي سبحانه وتعالى شنوة قال في كتابي العزيز قال بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته رأوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هي أمي أمك رأي سيدة خديجة أمي أمك رأي سيدة عائشة أمي أمك زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وكيفيش ما نعرش أنا اسم أمي وكيفيش ما نعرش حب أمي وكيفيش ما نعرش وقتيش تولدت وقتيش توفيت وشنوه اللي عملت وشنوه المزايا متاحة كيفاش ما نقتديش بأمي هذه كقدوتي إذن المال للسبب الثاني السبب الأول العلم بالسيرة العطيرة السبب الثاني هي القدوة قدوتنا أحنا نفتقد القدوة شبابنا وبناتنا وليداتنا ونحكيت لكم ممكن هون يدور لي ولا نعرش في أحد المدارس ولا لقاءاتنا معلمة دخلت في المدرسة على تلامذة أول حصة قاتلهم أيا يا تلامذة أيا يا ولداتي كل واحد كي يكبر شنو ويحب يطلع اللي يقول يحب فلان ويحب نطلع يا معلان وللرياض الفلاني والفنان الفلاني ما احترام لولداتنا كل مولداتنا رياضيين وإعلاميين وفنانين وأطباء مهندسين ولكن أحدهم قل لي والله العظيم حتى الكلام افقدته قالها يا نساتي ولا سيدتي راني نحب نولي صحابي يا أخي قدت حتى الكلام ضاع مني قالت لغنية حتى الكلام ضاع مني يا قلت له ولدي شنو مع أنت صحابي وشكون الصحابي قال هنا يا سيدتي نحب نطلع كما سيدنا عمر بن الخطاب كما سيدة علي بن أبي طالب وكما أبا بكر الصديقة وانتي منين تعرفهم انتي السنة أولى مزلت وقتش تعرفهم قال هنا راني أميمتي قبل ما نرقد كما تحكي لي السلحفات والأرنب وتحكي لي على جوحة ولا ما نعرف شكون مع أنت القصص هذه الأطفال ثم نهير في الجمعة مخصطة القصص الأمدية والصحابة والصحابيات نثقفوا لديتنا ونعلموا لديتنا حتى يوليوا لهم القدوتهم أحنا يفتقدوا للقدوة نحب نولي كما فلان عليش أحنا كنا نلقاوا السروال اللي كذا لبسوا الفنان الفلاني واللبسوا طلع على الرقح شبابنا من غدوة لكل كذا ولا لبس مع أنت سيوار في أديه الشباب الكل تقتدي بيه ولا عمل لك التصريحة المعينة تولي الشباب الكل تقتدي بيه أليس أجدر وأولى أنه مع أنت نقتديه بالصحابة اللي مبشرين بالجنة أحباب الله وأحباب رسول الله وإن شاء الله نساهموا فهل فقرة هذه المباركة في معنتها النساء القدوة والمرأة القدوة النموذج عليش حبهم ربي وعليش حبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تندخلوا لبيت النبوة شنوة معنتها احنا توا نشوفوا ساعات رئيس ما تعرف شنوة ولا موزير ولا شخصية ولا مدير عام ما تنجمش تعرف أنت شخصيته شنوة في داره ولكن أحنا سيدني بيه صلى الله عليه وعلي محمد صلى الله عليه وسلم شخصيته شفافة نعرف عليه مع أنت حتى مع زوجاته مع بناته في أسرته هذلك النبي العظيم النبي الأمة إمام المرسلين خاتم النبيين شنوة مع زوجاته والسيدة عائشة لقيقنا اليوم حبيت السيدة عائشة تقولوا أنتوا معلين ما بديتش بسيدة خديجة سيدة خديجة حكينا عليها بأول ما بدينا الحلقات طوال سنتين كانت تذكروا أما إن شاء الله بحول الله باش أننا نعمل خلاصة بإذن العام والعامين تقريبا ولو كأنها البارحة يا بنتي ولو كأنها البارحة سبحان الله وقد ديش الوقت معنتها مبارك معاكم بسم الله ومشاء الله وربي طويل عماركم في تاعة ربي وسبحان الله احنا نسمع وطوى في الخير كثير شوف والله والله العظيم ما تخلي وربي سبحانه وتعالى يحبك وقت ولكن ثم أوقات مباركة هذيك معنتها يوم القيامة تقول الحمد لله إن شاء الله سهمنا بكلمة طيبة في مجتمعنا وتعلمنا وعلمنا معنتها هذيك معنتها ثلاث الإنسان حتى كيف ربي يفضلكم يطول عماركم تقعدك البصمة هذيك علم ينتفع به علم ينتفع به تقول والله تعرفنا على سيدة عائشة في حسة بنتنا معنتها في الفقرة هذه حسة بنتنا عفيفة في زيتونتنا المباركة شو قديش اللي يصور واللي أخرج واللي أبدع واللي تفرج سبحان الله إن شاء الله كنا شهود يوم القيامة على هالحصص هذه المباركة اللي ربي هو العالم وشاهد إخلاصنا لله حبينا نساهمه في مجتمعنا حتى ليعرف نذكره بعضنا فوقت اللي أنا نحلف لكتبه ونبحث فأنا عملت قبل معنت حصص في مدارس قرآنية على سيدات أهل الجنة ولكن سبحان الله كل ما تقر عليهم كل ما تزيد تتعلم سيدة عائشة نلقاها إحنا نعرف عليها ممكن جين ببرك نعرف اللي هي طفلة نعرف اللي هي خذيها سيدنا سيدنيبي صلى الله عليه وسلم صغيرة جوانب فقطها كنعرف على سيدة عائشة ولكن نلقاها بحر سيدة عائشة السيدة عائشة رهي عالمة السيدة عائشة فقيها السيدة عائشة دلولة سيدنيبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة حبيبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبة حبيبنا مع أنت سيدني بي صلى الله وسلم سبحان الله مع أن تجتمع هو سيدني بي صلى الله وسلم اللي ديني نبيه نساء طاهرات عفيفات نقيات برات مخلصات وفيات والعهد الله وعهد رسول الله صلى الله وعلى محمد كنا محافظات إذن إحنا إن شاء الله بش نحكي كل مرة القصة هذه إذن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي زهرة فواحة في سبحان الله في بستان كبير من الزهور السيدة عائشة وقتين اللي تقر عليها تحس بحب تحس بفرحة تدخلك فرحة في قلبك والله العظيم هنا تعديت الفترة مع أنت ابتلاس ملا عليكم وربي يحفظكم فخرجتني ما كل الفترة هذه سبحان الله أصدقكم قولا مع أنت تنسى همك وتنسى غمرك ملا عليكم من الهم والحسن والحسد والعجز والكسل كي تقرأ عليها تقرأ الحب تقرأ الحب قصة حب من قصص من أروع قصص الحب مع تفسيرها النبوية هي بعد إذنك لماذا لقبت بأم المؤمنين أم المؤمنين هي خاطر تصديق القول لربي سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم وأمهات كل زوجة تزوجها سيد النبي صلى الله وعليه محمد صلى الله وسلم إلا وهي في مرتبة الأم للمؤمنين ما عادش تولي محرمة أو الشي تولي محرمة على المؤمنين ما عادش تزوجها حتعد طيب مش كون يتزوج أمه تولي في مرتبة الأم الحاضنة وسيد النبي صلى الله وعليه محمد صلى الله وعليه وسلم بعد سيدة خديجة اللي حكينا عليها الكاريزمة بتاع السيدة خديجة الاحتواء الأم الحاضنة اللي معنتها الشخصية الفذة بمالها بحكمتها شيد شخصية سيدة عائشة وين نقول كيني جناحان معنتها الشخصية كانت ناقصة سيدني بي صلى الله وصلى فأتمها له الله سبحانه وتعالى معنتها السيدة خديجة كانت احتواء بعد حزنه على جده على عمه معنتها سبحان الله نزول الوحي نعم نعم وكانت سند في نزول الوحي وكانت سند في مالها في رسالة في أولها في أولها وفي أصعابها فكانت سندها بعد وفاة سيدة خديجة الحزن اللي تمكن من سيدنا محمس ر. صلى وسميه عام الحزن كانت هي السند فجاتوا معنتها من أقارب سيدة خولها وقتلوا يا رسول الله هلكأ في زوجة قالها من بعد خديجة شكون بعد خديجة المرأة العظيمة معنتها اللي احتوت الرسالة واحتوت رسول الله صلى الله قتلوا ثم بكر وثم ثيب ثم المتزوج أقبل وثم البكر قالها شكون الثيب وشكون البكر قتلوا أما الثيب فهي سودة بنته زمعة وأما البكر فهي عائشة بنته أخيك أخوك أبا بكر كان يحب أبا بكر الصديق وبش نشوفه معنتها محبة السيدة عائشة فيها جزء منه محبة بوها مش تعرفوا لمحبة سيدنا أبا بكر سيدنا محمصة وصلك إذ هو ما في الغار ثانية اثنين إذ هو ما في الغار هل كان في حكمة في أنها كانت عمرها صغير نعم يقال ونسألك في هذا نعم أنها حملت عن الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله وحفظت لنا الأحاديث ربي يحفظك ربي يحفظك وربي يبيرك فيك هذا عن تسبب من عدة أسباب اللي سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها من حكمة ربي سبحانه وتعالى اللي يزوج السيدة عائشة لسيدنا محمصة صلى الله عليه وسلم هي الصغر سن هي حفظها للحاديث بل كانت العلماء كانت عالمة احنا نعرف على سيدة عائشة المرح والضحكة والابتسامة والمحبة ولكن ثم جزء كبير احنا ما نعرفوش على أمنا السيدة عائشة كانت عالمة كانت فقيها كانت راوية لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل العلماء والفقها يقولوا أكثر من ربع السيرة العطيرة السيرة العطيرة أكثرها من حديث رويتهم سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها اشكون أمي متى؟ أمها أمه رومان أمه رومان يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا بينا نحفظوا هالأسماء ذو ما رو عنا جوائز إن شاء الله تتابعوا معنتها الصفحة إن شاء الله الزيتونة المباركة إن شاء الله جوائز احنا ساهموا بها أهل الخير بيش منقولش أنا أبوستاجية را معنتها فقط معنتها جبت وصلت الأمانة وبرشرة وأسماء كتبوا لي وقالوا لي شنو تحبوا أرا أنا هالفقرة مباركة أراكم تستاهلوا كل خير والله العظيم معنت حقيقة تأثرت قلت سبحان الله هي فقرة عشرة دقائق والاربوية ساعة أنت بعد إذنك ومسرع أنت خبرين تعرفك نعم خبرين وخيرين بي لول الوقت آه الوقت ضغط أي يلا خير إن شاء الله بي أحنا أحنا أولا حاجة بش نقولها نعم أنت بيش طولة الآن بيش تطرح سؤال آه سؤال بيه بي نتحوا سؤال وقالت لي قام في وذني قالت لي مثال قلت لي برشة تشويق وبرشة محبة قلت لي لو سمحتوا بش نقطعوا لكم الوقت أما لأنه الوقت ولا أقل وقت البرنامج إن شاء الله قالت أنه قتلك بعد إذنك لسبوع جاي كاملنا سيدة عايشة في الأثناء أعطينا سؤال بش الجمعة الجاية نحب قبل خنوصل له مني سارة زيدة إحنا عنا ما نعرفه برشة بدينا شوية راو سيدة عايشة بش نشكركم برشة السيهم المانسي قالت ربي بركلكم قديش محتاجين البرامجات فلتعلموا فيها نولهودي تصلي وتسلم على سيدنا محمد وبليل نبكي خد أثرت برشة تعرفني هي كيف نتحدث على سيدنا صلى الله عليه وسلم وطبعا تكون بحبايا أمي سارة لا ما نجموش نولهودي تقول تحية الفيدي ربيش فيه جميلة ربي بركلك أختي سارة برشة برشة كومنتارات مديحة برشة كومنتارات ما شاء الله شكرا لكم إن شاء الله إحنا نقصنا في الوقت لكن برشة بركة كما تقول أمي سارة إن شاء الله هنكملوا الوقت وفيه تقولي ويقام نحسي ليش بيه اللهم صلي عني بي نزيدوا معناتها نذكروا للحمد الله على سلامة بنتنا عائشة عطيفة شاء الله ديما متألقى هذا فقط أنت منورة أكثر من الوردة شكرا لك على ربي نورك لنا وفظك لنا أنت نورتنا أنت دخلتك عليها والحمد لله عم العالمين نتمنى الشفاء ولدنا فادي نتمنى الشفاء لكل الكوفيد بلس لكلهم إن شاء الله ربي إن شاء الله يعفو بيكم وش فيكم وراهوا حب ما تخفوا إن شاء الله ربي سبحانه لنزكي على الله أحدا ولكن اراهوا حب اراهوا ربي يبتلي لي حبه ويبتلي أحبابه تحب نأكد عليها وثم يقول لي هكا مرض دليد كيفاش لا يردوا بيننا اراهوا المرض ديها اراهوا حب اراهوا حب اراهوا ترقي اراهوا ربي سبحانه وربي كل أمي سارة نحبة تجي من عندك نعم أكا عدين يدرشكون وتعديت ما تبعش ما تبعش أنا بشتحك بالجانب الصحيرة وما تعرفش العدوى ذي تنجل مسيت أي حاجة شريت أي حاجة مسيت حتى فلوس مع أنت تداولوها قدش من واحد شريت خبزة شريت اسملة عليكم ربي يحميكم ربي يحفظكم أضربوا بالله شفاء ما تقعدش تتبع مني تعديد بل أقعد تتبع يا ربي شفاء يا ربي شفاء يا ربي شفاء الأولى الثانية تبعوا التواصل مع الزيتونة والدعية سارة الهديلي إن شاء الله يا ربي إن شاء الله هي عظيمة في مكانتها المصحف الشريف ولكن هي بذبيرة وأفضل الهدي تدخلوا على الصفحة ادعى يا صارة الهديلي على صفحة الزيتونة اليوم ما هي الشخصية المباركة اللي حكينا عليها ما هي الشخصية وفنا عدد العدد الرتبي اللي تزواجها سيدينيبي صلى الله وسلم احنا قلناها في الإجابة سинки حكينا على سيدة خديجة اليوم نحكيها على سيدة عيشة العدد الرتبي في الزوجات الرسول صلى الله وسلم نحبّو نحفظوا الأسماء حبوا نحفظوا الرتب متاحهم وشكون الشخصية حتى ولو احنا نعرفوها اما مش ناخذوا بعض الأسماء اتواصلوا ربي بارك فيكم شفاء شفاء لكل المرضى يا ربي عفوا وعافية وهذا دعوة سيدة عائشة أم المؤمنين اللهم يا ربي إنك عفوا كريم تحب العفو وعفو عننا وحبكم في الله وحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى تعرف مروين أنا بكي نبكي قتله مروين أعطيني بابي مدلي معاك يبا حلوة الموام عليها مروين عايش خوية سكرية محليهم حتى وما ربي يحفظهم ولداتنا ربي نوركنا مروين كل اي وحمام وكل كل عندهم عزرة وحمام هيا سيف حكينا نستنى وفيك نعطيك دقيقة نعطي دقيقة بربي في الأثناء نشكرك برشا إن شاء الله الإجابات متاعكم للسؤال اللي قدمته أمي سارة اللي قلت في ما هي الشخصي اللي حكينا عليها اليوم وما هو ترتيبها في عدد زوجات رسل صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله تكتبوا الإجابة في الإكستري إن شاء الله بتاع الفيديو اللي بشيها بتم بعد إن شاء الله بعد الحلقة نحنا نلقاوا إجابة ونقصوا أمي سارة تعمل القرعة بإذن الله باش ناخذوا الأسماء اللي بشي يكتب لكم عايش أمي مش أكثر منك إن شاء الله تكون الجائر والهدية مصحف مقدم من عند أمي سارة من أهل الخير ربي بارك لهم إن شاء الله مزيل ما حذرش يا وي ها حذرت بعد رجع لي هاي خوي دونك حذر الموني بتاعنا باش نعاود نفكر شنو خدمنا دونك خدمنا سلاطة اسمطنا الجنارية عضا اسمطنا الجوست الجنارية فيها تمات سوريز وفيها تون وفيها جلجلين وفيها سينوج وفيها قارس وفيها شوية معدنوس وبصل سيبون تذي معناها جوست لانترين بتاعنا خفيف وصحي على لخ بالنسبة للسويت عمانها فلفل محشي على الطريقة الشرقية دونك فيها روز طعيب وفيها œ greetings في روز طعيبÖ ما عدنوس مادنوس وقالP وماعدنوس وبصل في روز looking ومعدنوس وبصل وفيها فلفل مكس فلفل لحم مفروم لحم مفروم قلنية وفروحنية بالجديق than we call in Marion اختلف المخشي نحن نستحق برشة وفاح بالنسبة للفلفل رقيت شكوم شبعتني من قبس لحواء مبروك عليك نستنى من قبس مريق نقوم بزيت وفلفل أكحل وضعنا السوس نجم وترجع للباش ودخلنا للفور في أربع دراج في 180 سوس تبيع بتمات مضر نشكر برشة قبل ما نخضب حسين قابل جمعة الجرية إن شاء الله نهار الخميس بحول الله إن شاء الله قبل ما نختم نحب نشكر لبستي اليوم عبيتي الجميلة عند حنين عبايا كوتور ومكياجي لفغة بمذا زمينتنا ري محمدي لزاكسي سواق فاغ مابيل كالعادة فاغ مابيل أكسي سواق تلقاهم على الفيسبوك أمي سارة زدنتي مشاء الله تبارك الرحمن بنورك إن شاء الله ديما منورك وربي نورك إن شاء الله عايشك يا ربي في ختم حلقت اليوم وقول لكم إن شاء الله سالمين إن شاء الله ربي معاكم إن شاء الله ربي يحفظكم وإنما كنتم استحفظوا على رواحكم استحفظوا على أحبابكم عفيفة بوكي الجيدة نحييكم قلكم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر